بالنسبة لسؤالك الثاني الخاص بوضوء السيدات في أحد السبيلين في أثناء الصيام مش الوضوء الغسل أحد السبيلين أثناء الصيام ما عليه الفتوى أن دخول الماء والحريك ده تقصديه في الدبر أثناء الصيام لغسله أنت بتخسلي المخرج فقط فهو لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف عند الفقهاء وكمان لأن دي ليست المداخل المعتادة فأنت بتخسلي المخرج فقط دون مبالغة فلا شيء فيه صاحبة السؤال